اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعطونا لايك وخلونا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طيب هذا المكان اللي وقفنا فيه في الحلقة الماضية بس ودي أسوي ريستارت للعبة لعله وعسى يطلع مثل ما تشوفون المربعات هذه يعني يصير مكانها الأحرف اللي هي الكبسات عرفتوا كيف فخلينا نسوي ريستارت ونرجع لكم أوكي شباب عدنا من جديد في لعبتنا سويت ريستارت والحمد لله الآن شوفوا ضبطت الأمور مية بالمية لو أكبس عرف الام رح تطلع للماب وبرضو أنتم علمتون أنه بالسكرول الموجود داخل الماوس أسوي زوم حلوين يا شباب طيب مثل ما تشوفون فيه علامات قاعدة يعني تضوي وتطفي عرفتوا كيف هذه علامات ودي أروح لها اليوم زائد ودي أروح لعلامات التعجب البنفسجية برضو يا شباب حنا اكتشفنا في الحلقة الماضية أنه العلامات هذه اللي زي الخيمة هذه عبارة عن كهوف كهوف وانتم قلتولي في واحدة من النقاط في حبل لازم أقطعه والله ناسي مين كتب لي تعليق لكن أنا متذكر التعليق حلوين يا شباب وبرضو خوينا كيلفن صادرنا سمك بشكل رهيب طبعا حرف الإي أتوقع يمدينا أسوي أحط مثلا فلوس أزيد النار عشان تصير النار أقوى أو أحط ورق ليف لكن هنه حاليا ما ودنا على شيء هذه حرف الجي طيب ودي الأكل عندي تمام النوم عندي كويس المية كويس خلنا نشرب شوية مي عشان نطلع في رحلة استكشاف وبرضو قلتولي إنو في أسلحة لكن ما علينا اليوم ودي أطلع فوق دقيقة نشوف الخريطة ودنا نطلع لعندها علامة بنفس الجي ما أدري أي وحدة أقرب تواني بالله أوكي في عندنا وحدة بالبحر في عندنا وحدة هناك وفي عندنا وحدة فوق اللي فوق أتوقع هذي اللي أنا يعني متجه عليها هذي رحت لها بحلقة الماضية وما يلقيتها لذلك ودنا نروح اليوم على النقطة اللي موجودة بالمنطقة هذيك إذا ما تشوفوا قدامكم ممكن نروح النقطة اللي فيها البحر نشوف عاد طيب أخوين هذا ما رح أخذوا معي خلينا نروح لحالنا طبعا شباب للتذكير إذا ما انت حاط لايك حط لايك في المقطع علشان يعني اليوتيوب المحترم ينشر المقاطع بشكل أكبر خلونا الآن نروح للنقطة هذيك اللي حنا محددين عليها وإن شاء الله ما تصير معنا أي مشاكل وأي يعني أشياء ممكن تسبب لنا الموت وبرضو يا شباب مثل ما شفتم بالحلقة الماضية لما شفنا البنت هذي أم ثلاثة دين مدري ثلاثة رجلين هذي فيرجينا أتوقع اسمها فيرجينا هذي البنت اللي من العيلة اللي حنا ندور عليها حلوين يا شباب أوه أوكي دي دي والله يمو أيوا يضربون الحجار تدرون عاد أنا عندي ثواني عندي هذي وينها هذي شفتوا هذي هذي عندي تسيل هذي لو سمحت وين إحجار في وين راح تعال يا كلب وينك طيب نحتاج ستون صغيرة هذي ستون أيوا هذا واحد هذا واحد طيب ودي حاول أضربوا بس ياخي يختفون هذول قرود ولا أوادم متحولين ما أدري صراحة ما أدري إش وضعهم يعني يمشون على أيوا أيوا لا لا قرود قرود أبشركم منهم قرود أبشركم من لديك يعني يضرب يضرب لا لا ينفع معاك إلا أجيب لك أسبير هذا وحط بعينك وان راح وان راح وجذبه واحد منهم ومشوف هل معاهم مغراب يعني ينجرب ايو ايو هذي واحد حسناً ها يا ابني، توكل، توكل ما أحتاجك أوكي يا شباب، ذبحت ثلاثة ها، في أحد ثاني الهيل عندي تعبان خلنا أخذ بالله أي علاج أوكي، ناخذ علاج هذا بسم الله حلو، بدينا نهيل طيب، خلينا نكمل مشوارنا آآ إلى الجهة اللي فوق حلو، ذبحنا ثلاثة، هنفكر معهم لوت لكن ما معهم لوت، فيها نأرنب ما نحتاج الأرنب لأنه عندنا ما شباب، السمك إيش هاب، ها أوكي آآ، ستون ما يحب، أوكي ستون، كويس طيب السمك، اللي يصيده خوينا، صراحة ما يخلص ما شاء الله، تبارك الله، الله بس حلو، 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 جبناها جبناها ممكن نقطع الغزالة هذي، أشباب المنظر، إيش خطتنا؟ خطت أنيمال هايد طيب والله نوتيس هذا يأكل أي شيء يأخي تاكل لحم مني أوكي، بهانا واحد شفتو؟ ما أدري إش وضعه هذا فرع فوق شجرة ما شاء الله عليك، ما شاء الله سلام عليكم خلينا نتوكل على الله أنه ما لنا علاقة ودي أروح، أنا اليوم، خلص يعني اليوم ودي أمشي شوي باللعبة وبس نصل النقاط هذي اللي البنفسجية ودرجع للبيت وأبني، في أحد وراي وأبني خلينا نقول حوش وبيت يعني شوية نحاول نستقر أوكي، شباب الخريطة أنا لاحظت أنه لو تسوي زوم يبين لك طرق تشوف الآن أنا على طريق كما تشوفون، النقطة قربت وصلها النقطة قدامي هناك تقريباً لا، وصلت تقريباً مثل ما تسمعون صوت الـ شي اسمه؟ صوت الماب هذا الـ GPS طلع صوت، النقطة هنا ما أقول هذي هي النقطة؟ لا مستحيل لا لا مستحيل النقطة هنا أنا مستغرب، إيش في؟ ليش ما؟ أقول النقطة هذي؟ القبر هذا، الله يأخذهم والله ما عندي فكرة صراحة هلا اللي يعني مثلاً أحفر القبر ولا والله ما أدري، ما أدري صراحة طيب مو مشكلة خلينا نروح النقطة الثانية هذيك اللي بالبحر والله إنها مشوار طيب الله يعين، ودروح النقطة الثانية اللي موجودة داخل البحر إن شاء الله تكون بس قريبة لأنه صراحة ما دري هل اللعب يسبح ولا ما يسبح، ما عندي فكرة أيوان، السلام عليكم السلام عليكم أتوقع إنه ما رح سوي أي مشاكل طبعاً يا شباب أنا قاعد أتذكر حالياً التعليقات اللي كتبتولي إياها برضو كتبتولي إنه فيرجينا البنت هذي يمديها تصير معي وتعطيني ممكن أغراض أو هدايا، ما فهمت صراحة ما فهمت التعليق لكن اللي فهمته إنه ممكن تصير معي بس أهم شي إنه أنا أنا ما أوريها إني معي سلاح أو يعني أسحب السلاح قدامها علشان ما تخاف وما تهرب فأحاول إني بس أكون لطيف معاها وإن شاء الله تعطين هدية إسمعتوا إن الهدية رح يكون شي جداً رهيب أنا صراحة إن جاي من مكان سيء أوكي ما في فل دمج الظاهر إنه ما في فل دمج أو إني أنا ما نطيت نطة عالية ها ها هذيك هي، شفونا النقطة هذيك هذيك النقطة هي اللي حنا نرايهنا عليها طيب شيل الماب نحتاج نيو كرافتنج أفيلبل وات أوكي هايد أرمور أيوه صح 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 أنا عندي هايد، وين الهايد؟ طيب ما علينا بعدين بعدين شباب نكتشف الأشياء الجديدة اللي ممكن نسويها بالكرافتنج عوذوا بالله إيش هذا أوه هذا آدمي أيو الله نوا آدمي يا الله شباب طبعا أنا للمرة الثانية أذكركم اللعبة هذي غير مناسبة للي عمره أقل من خمسة عشر سنة حتى موس خمسة عشر، ستعاش فإني إليت إذا عمرك ستعاش سنة وتحت هتلاقيك والله يزهل عليك خلينا نسبح نجرب بسم الله هل في أشياء تحت؟ أوكي أنا ما أشوف شي صراحة تحت ما أشوف شي لحد الآن أمور طيبة ما في أي مشاكل خلينا بالله نوصل لعند النقطة هذي وإن شاء الله نلقالنا لوت نلقالنا مثلا أي شي، أي شي مفيد الشمس غابت نايس الله يستر ممتاز أوه إيش هذا اللي؟ هتقولي هذا حوت يا حبيبي سمكة قرش سمكة قرش يا شباب ما راحت سمكة قرش لا والله عشنا أطلع الله يأخذوا والله سمكة قرش قاعدة تضربني أطلع يا بني الحلال أطلع أيوه أطلع بسرعة يا أخي أطلع زين الناس أطلع 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 أطلعوا عليك يا الله سمكة القرش وينها ليش ما مدينة مش زين الناس هات ليش هذا؟ حاولوا هذا لا من طلع تلك الحلالة هل يأême من كيفinaire إنهم إعتقل أمع كيفية قم علي؟ المترجم للقناة المترجم للقناة اقرب نقطة هناك بسم الله الرحمن الرحيم فلننطلق طيب ارحمش بخط مستقيم بالاتجاه ذاك طبعا سمكة القرش ان شاء الله انا ما تجيني بسم الله الله يستغل بسم الله هي لي الان فل بسم الله المور طيبة لحد الان المور طيبة يلا 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 هانت هانت باقي شوي اتعب احسن ما تموت الحمد لله على السلامة وصلنا اوه انا حطيت الفلير هذاك موجود شغال هناك الحمد لله على السلام ما وصلنا لهذا المكان الان ودي ابني الخيمة اللي معي هذي في المكان هذا اتوقنوا معي ستيكس معي ستيكس صح معي ستيكس حب وعدة كافية حط راسي ونام منه اسيف اللعبة اول شيء اسيف اللعبة نورمال يس بعدها نعطيها نومة ان شاء الله انه ينام نومة متواصلة الى الصبح حلو ممتاز ممكن انك تشيل هذي يا الحبيب كيف اشيلها تشيل هذي بس طيب كيف اشيل هذي ما تنشال هذي اظهرنا ما تنشال طيب خلنحط هذي بالله يعني اذا رجعنا اللعب جعان اتوقنوا فيه معاي بس كوت او معاي الاشياء البسيطة هذي اتوقنوا هذا اكل صح حلو طيب الكان فود هذي راح استخدمها بعدين الان ودنا نرجع للبيت ونبدأ نشتغل على تكبير البيت او احتمالا يغير مكان البيت اخلنشوف بله كلبن وينو اوكي كلبن لحد د BUT خليني بله اروح للبيت وارجع لكم عشان ما يكون الموضع ممل اوكي لاحظتم انو النقطة اختفت من البحر اوكي الظاهر انو ا 처음ب النقطة اللي بنفس الجيل يجربه لها قبل شوية اللي هي عند القبر الظاهر انو لازم احفر القبر بس لما سوي الشفل او الكريك لما نسوي الكريك رايح نروح للقبر مرة ثانية ونحفره ونشوف عادي إيش فيه موجود هناك وإن شاء الله تكون أسلحة أو الله أعلم طيب بين وبينكم المكان اللي أنا فيه حاليا ما هو عجبني وإذا يروح مكان يكون خلينا نقول بنص الغابة وأحاول أسوي لي حوش ما أدري إذا يمديني بالحلقة هذه أو يعني مع الوقت مع الحلقات هذا كلبن وين البيت يا كلبن لو سمحت أنا قيل لك تعال أنا ما قيل لك تعال أيوه هذا البيت صح أوه والله ما هو البيت إيش هذا هذا الرجال كان ميت وطالع يعني إيش وضعه ما أنا فاهم إيش الوضع أموات هذول وليش عظام هات الأظام الله أكبر بس عليكم هات الفلوس حلو جمجمة أنا ما أدري ليش اللعبة هذه تجمع جماجم ما أدري ليش افتح هذه لو سمحت الله يأخذك يا كلبن أنا فكرك عند البيت قاعد طلعت هان طبعا على العموم تعال 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 يا أبو الشباب تجمعني تجمعني أوكي تسمع تسمع ولا لا تعال خلص بيتها ذاك نسوه ودي اختار لي مكان يكون عند بحر عشان المي و بالأخي أشوف إيش في هان أشياء ممكن استفيد منها بالماب أوكي مثل ما تشوفوني الشباب وصلت عند البحيرة في هناك واحد قاعد يتمشى ما دي شوض هذي مية صالحة للشرب وات ليش ما أقدر أشرب منها ما أقول لإني منعتشان ممكن لإني منعتشان دقيقة آه لا 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 يمديني شرب منها يمديني طيب حلو 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 هذا ما أدري منه اللي يركب هذا خويت صدقو هذا كلفن يا شباب الله يرجك طيب المكان هذا جيد نحس المكان هذا جيد كسكن أوه أوه قبيلة دقيقة شوي بالله ثواني ثواني معاي سلاحنا و الفرد اشرلي هذا الأهبل يا ابني أوكي هذا الفرد يا شباب بسم الله اشتركوا حقين امر forgetting اشتركوا어도 اشتركوا iza موت يا ابن الحلال موت سكر سكر الموسيقى فهتين الموسيقى ليش تعذبون هالناس حرام عليكم يا أخي والله أنكم ما تخفون والله رايك فيني يكلفهم بس وأنا أذبحهم فعليك بس لا ما يحتاج ما يحتاج توقع لازم أخذ السبير طيب ناخذ السبير ونفتح هذه فلوس وأغراض هذا شو وضع هذا هاي يلا بس أنا حررتك يلا حررتك توكل رابطين والمسكين هذا ايوا ليش ليش خايف تخافوا أنا معاك والله هذي قوي تا 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 يلا بس أنا الحق عليه اللي أحررك والله الحق مو عليك الحق عليه أنا اللي أساعدك موت يلا يلا بس يلا أنا ما عندي أصلا رحمة ابلع سكين يلا سكين جيب أبوه سكين يلا أحسا حقا موت يلوه حقا موت يلوه موت يلوه بس خليني حط رجلي بالله واهرب بس خنشوف اغراضي وينها اغراضي ياتي اختوكل بالله عليك انا ما اني فضيلك هذي اغراضي حلو خلينا بالله نحط رجلنا سلام عليكم والله لعبة غبية يا اخي ما امداني اهرب اوكي طبعا رجعوني من مكان ما سيفت لما جيت من البحر ونمت هناك مو مشكلة خلينا بالله نرجع مودي سراحة انا مفروض اني خلص بنيت من نفس المكان اللي هناك يعني ممكن قربت للنهر شوي بس صراحة انطمعت شوي لانه معاي سلاح طمعت قلت يالله ممكن نذبحهم لكن الظاهر لازم نسوي ارمر ونسوي شغلات كثيرة فخلو نرجع نفس المكان يا شباب اوكي تقريبا رجعت نفس المكان اللي كنت فيه طبعا الجهة اللي هناك هذيك الجهة اللي مقابل هي المكان اللي فيه العصابة او القبيلة فانا رحب اني بالمكان هذا قدامهم تقريبا لايكون فيها الناس برضو لا 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 هذي الشجر احمر مادري ممكن يفيدني طيب رح ابني بهذا المكان طبعا ليش اخترت المكان هذ اول شي مشان البحر جنبي او النهر عشان مصدر المي ثاني شي الغابات جنبي بشكل مو طبيعي وارض يعني صراحة مفتوحة يعني ممكن الواحد يتوسع فيها مع الوقت بس كلفين مادري وينو كلفين مادش وضعه مو مشكلة خلينا بالله نفتح البي توقع انه عندي بيت هذا البيت هذا البيت رهيب هذا نحتاج سبعين خشب شوف مكبر البيت الله بس ليش ما ينبني هان ما ادل ليش ما ينبني هذا البيت ممكن يحتاج لايكون دقيقي دقيقي بالله ثواني 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 لايكون انا فاتح تري اهان هذا بيت شجرة هذا بيت شجرة انا توقعت انه لاني شفت في حاجة من تحت هاذا ستراكشور هاذا ولايش لا لا هذا مادري انا ما منسه اظاهره ما في غير البيت هذا رح يبني اوكي رح ابني ايوه اهلا وسهلا انا ادول عليك تعال تعال طيب البيت هذا رح ابنيه بالمكان هذا بس وين وجه البيت ثواني انا ما نشايف شي نحتاج مذن ما شفون تاعت لو سمحت يا استاذ نحتاج ايوه دخل بوجهي نحتاج لوقز لو سمحت جيب لنا اه اه لأ مو ستي جيب لنا يا طويل عمر get logs and drop here طيب انا رح ساعده برضو رح جمع معه ال الاشياء هذي نحتاج اه blanks ايش ال blanks هذي كيف اسويها ما ادري طيب في عندنا شي شباب اللي هو stick storage هذا stick storage يمديني اجمع فيه واحفظ فيه sticks فخلونا نبني بالمنطق هذي اه نحتاج حلو جاهز حرف السي يا سلام شوفوا كيف جميع الستيكس اللي معي نزلتها في هذا المكان يعني من باب الترتيب ومن باب برضو الأغراض نخفف الأغراض شوي يا الحبيب انت الشجر اللي أنا قطعه لا تأخذه يا هذي غش هذا طيب اه ودي ابني مس المشكلة ما ادري خلينا نجمع اللوغز هذي هذي وحدة اه يمديني ناخذ اوكي يمديني ناخذ ثنتين بس هني بلا نشوف هل يمديني نبنيها ولا لا اوكي نايس حلو يمديني نبنيها معناته نحتاج لوغز بشكل كبير الله لهينك يا كلبن جبلنا لوغز اوكي شباب حرفيا كلبن مفيد لكنه بطيء جدا يعني انا اسرع منه اسرع منه بكثير فمثلا تشوفون الان تقريبا تقريبا خلصنا ليقوا فوتين يا اخي خلصنا الجزئية الجوانب حلوين اوه اللاعب ش فيه اوه الباور عندي صفر الباور عندي صفر يا شباب خلينا نناكل اي شي يعيني على الانوميشن طيب اتوقع ان انا نحت هذي ايش ساعة اولو طيب اتوقع اني رفعت شوية من الباور اشفي انا ودي اخلص البيت بالحلقة هذي ضروري والله صراحة ان انك اعوض والله انك اعوض تارك الغابة اللي فوق و جاي تاخذ الخشب من هان يا اخي يلاه ياخي جيب لي خشب شد حيلك يشتغل معا والله انه بطيء 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 اوكي طلعلي يا أشباب انا تعبان لازم اني انام اوه وっぱه والله يلاعب تعبان صوته طالع عنده الهلال هذا على اليمين والمية برضه اتشان يعني والله قربت خلص البيت والله قربت خلص البيت كنتي بين وبينك منام بالبيت ما ضل شيء ما ضل شيء ضل هذي وهذي بس والباب فخلينا اشرب مية يقي انا عندي عندي اشربات اتوقع اهلا وساهلا هذي قبير قبشيذ بحتني لكن ما علينا منهم احنا ما علينا منهم ابدا ولا ودي اتحرش فيهم نهائيا توقع انو هذي اخر حبتين ان شاء الله تكون اخر حبتين لان صراحة زهقت زهقت وانا يلا روح رجمع زهقت وانا كسر يعني شووي بطيء التكسير بطيء والإنميشن يعني هما شغالين على اللعبة من ناحتي إنميشن شغالين عليها بشكل اكثر يا سلام ممكن تفتح الباب ثواني ثواني شيل هاي اه الباب يفتح بدون ما اوكي الباب ينفتح على طول طب ليش مافي سيف ثواني شباب ليش مافي سيف مثل لما احط الخيمة غريبة لا 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 اش سويت انا اش سويت انا انا اش سويت فتجعبوها يقول لك يو ار تايرد يوز اه تارب تارب ايش تارب والله الظاهر انه مايمديني انام الا بالبيت اللي نفس هذاك البيت اللي اللي بنته البنته بالمنطقة هذيك متذكرينوه طب هذا ايش فايته ممكن اعرف هذا البيت ايش الفايدة منه مثلاً هم اوك اوكي ظاهر انه لازم ابني شي اسمه شيلتر يعني بالظبط شيلتر مثل هذا ايوا انا بنيت يشباب هذا البيت اسمو سمول لوغز كابين اتوقع انه هذا موه شيلتر لازم يكون شيلتر عشان الله not nice nice لعبة هذا اشوف هذا البيت الغبي وهذه مدينة نام فيه سبحان الله خلينا بالله نجمع شوية ستون شباب أنا خربت البيت معليش يعني معليش أنا خربت البيت عادي عادي لأن أصلا ما ما توقعيني ما رح تستفيد منه ممكن تستفيد منه بالمستقبل لكن حاليا ما في أي فايدة منه أنا ودي أنام وما هو مهم خلينا أنام خلينا نبني الشرطر هذا ما ودي روح كسر خشب نهائيا نحط هذه نرجعها مكانها أيوة نحتاج ستيكس موجود هنا بالعلم يمدين أنام الآن أول شي سيب أول شي سيب اللعبة يا سلام أعطيها نومة يا حبيبي طيب ودخلي يجيب خشب لأنه أكثر شي يرفع الضغط بالتجميع في اللعبة هذي هو الخشب طيب ونبني نحاول نبني حوش أو نأسس أقل شي الحوش أوكي أيوة ونمسك الفاس أتوقع أنه هو هذه الطريقة الصح حرف الإي أوكي أوكي أنا فهمت الفكرة الفكرة هو أني أنا أحط اللوغز هذي مثلا في المنطقة هذي حلوين بعدها بالفاس آآ ممكن بس ليش أحمر ما أدي ليش أحمر حقاً 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 عموماً يا شباب أتمنى عجبتكم حلقة اليوم مثل ما تشوفون بينين البيت وخلاص المكان هذا هو المكان اللي راح أثبت فيه وبإذن الله بالحلقة الجاية أقلها أقلها راح أكون خلف الكواليس باني مثل ما تقولون حوش بالاتجاه هذا بشكل مربع صغير كبداية حلو؟ علشان يعني أضمن أنه ما حد يهجم علي ولا تجين أي مشاكل فنوصل نهاية حلقتنا لهذا اليوم يا شباب أتمنى عجبتكم الحلقة لا تسعروا لايك والاشتراك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله لا تستغفرك أتوب إليك السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر